وفي سياق آخر التقى الرئيس العليمي بقصر الضيافة بالمكلة بعثتين منتخبي كرة القدم للناشئين وكرة الطائرة للشباب وخلال اللقاء الذي حضره محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي ورؤساء اندية الدرجة الأولى بالمحافظة تعرف الرئيس العليمي على استعدادات البعثتين للمنافسة في بطولتين غرب آسيا للعبتين التي تصدفهما المملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية المتحدة مجددا التهنئة للمنتخب الناشئين بالانتصارات الكروية التي حققها في المنافسات الرياضية والشبابية خلال الفترة الماضية رغم ظروف الحرب القاهرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية